إذن أسامة أسمح لي أن أشير لي هذه الصور والفيديوهات التي ترد من منطقة الاستهداف بحسب ما شرحت لنا أسامة المنطقة شديدة الاقتضاظ والازدحام بالنازحين عدد كبير من الخيام كانت قد نصبت في هذه المنطقة التي صنفت على أنها آمنة الاستهدافات واضحة أنها طالت تلك المنطقة بشكل محدد بعض شهود العيان تحدثوا عن وجود حفر كبيرة جراء الاستهدافات نتابع وإياكم إذن عمال الإغاثة يعملون بوسائل محدودة جدا كما ذكر لنا أسامة الكحلوت مراسل الحدث بحسب المعلومات الأولية بوسط انعدام للإنارة أو حتى مولدات كهربائية للاستفادة من الطاقة هناك ترجمة نانسي قنقر